برغم لعيبة الجزائر من الحارس المرمى أكرم لغاية المهاجمين لعيبة صوبر لعيبة إن شاء الله هما مستقبل الكرة في الجزائر ومستقبل كبير لكن عدم الالتزام بشغل خططي عدم موجود مدرب يقدر يتحكم يعني إيه فرقة كبيرة لازم تجيب مدرب يقدر يتحكم في النجوم لو ما قدرتش تجيب مدرب يقدر يتحكم في النجوم مش هتاخد بطولات زي مدير الفني الجزائري فوق فوق عنده نجوم كتير كل واحد باسم فرقة محرز اسم عالمي لو من المدير الفني ما قدرش يتحكم في اللعيبة هتلاقي منتخب الجزائر كويس آه بس مش هاخد بطولات اللي ياخد بطولة المدير الفني يقدر يتحكم باللعيب يقدر يقول اللعيب إلعب لمصلحة الفريق مش لمصلحة نفسك لما تلاقي لعب يمسكوا الكرة كتير زي عادل في منتخب الشباب وزي ياسين اللي هو اللي في نص الملعب ده ياسين اللي في نص الملعب ده أنا شفته في مطش المغرب أو تونس زق زميله يعني أنا قلت خلاص وارد متعصب على زميله زميله قال له كلمة دايقته فزق زميله كده قلت ممكن يكون وارد بتحصل يعني لأ شفتها كمان في المطش النهائي مع السعودية زع الزميله بيهب في زميله ده يبقى المدير الفني لما يبقى وايف على الخط أثناء التمرينات وأثناء المحاضرات أسد ما فيش اللعيب يطلع على النص أو يخرج على النص الأخطاء اللي عملها مدرب الجزائر والمميزات اللي عملها مدرب السعودية هقول لكم إزاي الجزائر اللي أربعة المدفعين وثلاثة وسط ملعب وثلاثة مهجمين للأسف للأسف الجزائر من أول دقيقة ملاحظة بالحر ده من أول دقيقة أنا لسه مناخد نفسنا الثلاثة عاملين كده والله العظيم جميع المشاهد الثلاثة عاملين كده بالحاج وياسين وميسين ثلاثة كده وعصام ده بيتحك علينا هو على الورق مهاجم لكن بينزل جميل لأنك تنزل في نص الملعب وتلعب لكن أنت بتنزل في نص الملعب وتلعب وأول ما تلعب الكرة لازم تبقى تنطلق زي السهم لأن ما فيش حد هنا هيروح غيرك في كذا كرة لمنتخب الجزار الراجل ده عدى وعملها بالعرض وعصام هنا مش دريان مش دريان مش فاهم ما فيش مدرب قال له تعمل ايه ما فيش مدرب قال له لو ما عملتش كده هتطلع برا لو ما عملتش كده مش هبقى ليك مكان لكن كله بلعب واضح ان المدرب مش هنا خالص تمام فكان كل اللعب كده طيب التلاتة دول هلا هيبقى ليهم دور هجومي لا طيب لو تقطع الكرة منهم هيبقى فيه قلق هنا يبقى دعيب مدرب ودولة حسن ما فيش مساحة هنا ده الراجل بيمسك الكرة يفضل يأمن وده يمسك الكرة يفضل يأمن بالعكس الناس اللي بتقول الدنيا حر ده ياسين ده اللي في نص الملعب ده جري جري ممكن يوصلوا من مصر للجزائر من غير طيارة جري جري في المطش ده بس جري سلبي جري كله أنانية مش إيجابي وعادل جري جري بالكرة عادل ده اللعبة اللي أنا قلت علم دول اللعبة ممتازين بس هل إمكانياتهم الحلوة دي استخدموها لمصلحة المنتخب الجزائر في مطش المغرب وتونس آه علشان كان بيلعبوا في ندية مش عايزين لما متهيق لي اللي ما وصل لهم خلاص إحنا اللعب منتخب السعودية لا إحنا أقوى يا عمد إحنا نطلعين المغرب وتونس إحنا هي دي اللي وصلت لهم ما جاهزوش للمباراة انتخب السعودية بص بقى التنظيمة عامل إزاي لعب هنا باتنين في نص ما لعب منتخب السعودية لعب باتنين ولعب بمصعب هنا ولعب بالرديف هنا شط الأولاني أول ما صفر الحكم حسنا بعليوة حسيت بالرديف حسيت بالزيني زيد حسيت بعب دلزين وحسيت بمصعب مصعب ده هنا كده راح مهدي لبكش مال بتاع الجزائر راح مبصيها الورا كده قال له يلا تفضل روح جيب جوا راح مبصيها ومصعب ده راح مساجل جوا يبقى نحن نحسين بمصعب حسينا بالرديف وحسينا بعليوة وحسينا بالإيه بالزيد الزيد ده بعد الهدف الأولاني ضايع بحد هنا أقرم تلي عليه جتل فأقرم نجعته تاني عملها بسن الرجل جت من جنب العرض والرديف ضايع ضربة جزائر يبقى كان السعودية أفضل في بداية المباراة وخدوا الخطفة الأولانية دي كسبوها سجلوا هدف الزيد ده ضايع هدف من السكسيار ده الرديف ضايع ضربة جزائر كان فيه ثلاث أهداف غير الهدف ليه تنظيم الملعب المدرب هتطلقهم اتنين هنا المعلق وأنا معرفناش اسمهم يعني أنا بص هبص في اسمهم دلوقتي الزين وعبد الملك ما حفظناش اسمهم ليه ما بيمسكوشوا الكرة كتير هو لو بيمسكوا الكرة كتير هتلاقي المعلق كله كي والكرة مع الزين رايح بيها الزين بيتحرك الزين هنحفظ اسمهم لكن ليه ما حفظناش اسمهم الزين وعبد الملك بيعملوا دورهم على أتمى الوجه بيقطع ويسلم للأربعة دول الأربعة دول إحنا حفظنا اسمهم عشان كده بفضل مين بفضل اللي اتنين دول بفضل فيه مدرب قاعد برا منظم للفريق وعندهما باكين طرف غير طبيعيين الجزائر الأربعة ده كان ممتازين ممتازين بس في المطش التاني المهدي لما غلط الغلطة الأولانية ترع برا المطش وغلط بعدها غلطة ربنا سطر على فكرة لكن التلاتة دول في الجزائر وحرس المرمة صوبر لكن التلاتة دول وص الملعب كانوا جنبه بعد كده في وص الملعب كان هربان عشان كده عشان كده منتخب الجزائر لما كان وص الملعب ضايع في الجزائر في أول دية عشان كده منتخب السعودية لما لقى وص الملعب تعبان كده في الجزائر أول تلتة ساعة تلاتة سفر للسعودية بس ربنا سطر ابتدت الجزائر نحس بيها بعد عشرين دية تصويبة شطها عادل بعد خمسة دية تصويبة شطها عادل فاول هنا تصويت بقشاتها عادر الله تال ليه بتقول كده يبقى موضوع فردي موضوع فردي مفيش جماعية مفيش جماعية هل هعمل الفيديو ده على جزئين هنزل جزء الاولاني دلوقتي وجزء التاني بكرا ان شاء الله اعمل لايك في الفيديو واشترك في القناة